خلان نروح لموضوع تاني موضوع مهم جدا الحياة وكالعادة النادي الاهلي يتصدر الاستفتاءات العالمية كل الاستفتاءات او معظم الاستفتاءات العالمية والجواز الكبرى اخرها جلوب سكر بيتصدرها النادي الاهلي ولكن زي ما الاهلي متواجد في اكثر من فئة في الاستفتاء الخاص بجواز جلوب سكر لازم كمان جمهوره يتواجد بكل قوة ويصوت للنادي الاهلي في كل فئات المنافسة على هذه الجوائز الموجودة في جلوب سكر العالمية هتلاقي الاهلي بينافس ومتصدر فئة افضل نادي في العالم لكورات القدم رجال 23% من الاصوات ولكن كمان فيه منافسة شرسة من منشستر سيتي وفلومنزي البرازيلي دول اقرب المنافسين للنادي الاهلي على هذه الجائزة لازم ايضا جمهور الاهلي يشد شوية في الاستفتاءات عشان هتلاقي الاهلي بينافس ومتصدر الاستفتاء افضل نادي في الشرق الاوسط لكن منافسة شرسة من النصر السعودي اقرب منافسي النادي الاهلي في هذا التصويت وفي فئة افضل لاعب في الشرق الاوسط كريستيانو رونالدو متفوق على محمد الشناوي بفرق 2% من الاصوات بغض النظر عن فكرة رونالدو والشناوي عشان محدش يدخلنا رونالدو على الشناوي ورونالدو اللي عمله والشناوي اللي عمله ولكن احنا بندعم لعبة النادي الاهلي بندعم لعبة النادي الاهلي على جائزة افضل مدرب ايضا اللي بيتصدرها مرسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي وصد منفزة من انشلوت واغورد يولا جمهور الاهلي هو اللي دايما بيكسب هو دايما جمهور الاهلي اللي بيخليك تبقى طموح ان انت تاخد كل الجواز اللي فيها استفتاءات جماهيرية لأنه جمهور الأهلي هو الأساس في كل شيء جمهور الأهلي يجب عليه أنه هو يواصل التصويت لكل منتسب النادي الأهلي وللنادي الأهلي في كل فئات الجوائز المختلفة أيضا للنجم الكبير وفخر العرب محمد صلاح متواجد على أفضل لاعب عالمي وعمر فايد كأفضل لاعب صعد الأهلي مش جديد عليه جوائز جلوب سكر متوج بهذه الجائزة من قبل فاكرين لما من سنتين على ما أتذكر كان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الدارة الأهلي كأسطورة من أساطير أفريقيا ومصر كان متواجد في حفل جلوب سكر من سنتين كده وكان معاه أعتقد بوتروجينيو أسطورة ريال مدريد وكريسيان رونالدو لو تتذكروا وغيرهم من الأساطير فالحقيقة الحفلة زي ما حضراتكم شايفين بيحضرها كثير من أساطير العالم وليس من القرى الأفريقية ولا أسيا فقط ولكن كثير من أساطير العالم ودائما بنتشرف وبيتشرف كابتن محمود الخطيم بالتواجد وسط كل هؤلاء الأساطير كأسطورة من أساطير القرى الأفريقية ومصر والقرى الأفريقية الحقيقة فنتمنى أن نفوز أو كل جمهور نادي الأهلي يكون في ظهر كل منتسب النادي الأهلي في كل الجوائز سواء محمد الشناوك سواء مرسيل كولر سواء النادي الأهلي كأفضل نادي في أفريقيا أو أفضل نادي في العالم سواء كل الفئات اللي بيتنافس عليها النادي الأهلي أو من ينتسب إلى النادي الأهلي أعتقد إن شاء الله أن كل جمهور نادي الأهلي يستطيع أنه يخلينا نفوز بهذه أمام حضراتكم كل الأمور الخاصة بهذا الأمر أفضل نادي بيست منز كلاب أفضل نادي للكرة قدم رجال النادي الأهلي بنسبة 23% وبعده منشستر بعيدة خالص مش شايفة نقربها شوية شباب أنا مش شايف بارشلونا بارشلونا وفينورد ونابولي ويونيون برلين وبعد الميونخ والهلال وفلومنزي وبي اس جي منشستر سيتي هو 17% وهو أقرب للنادي الأهلي ب23% منشستر سيتي هو في الآخر 17% و17% فبوري حضراتكم بس إيه اللي بيحصل علشان دايماً احنا بنستبشي الخير دائماً بكل جمهورين للأهلي ترجمة نانسي قنقر